لم يتوقف الصوت منذ زمن غير أن سخب الشارع السياسي يبحث عن هدوء في مقر صوت الشعب وفي أصعب معادلاته يرتسم البرلمان في أذهان الحراك وشبابه يوصد أمامهم باب من أبواب الأمل يفتح باب في كل جولة سباق انتخابي باب يدل على ثروات البلاد المستغلة في يد مشتر لأصوات الشعب مقابل صوت واحد هو صوته ويفعلها كثيرون أو يبيعون أرض العراق ويشترون في حساب الأرقام الباهظة التي تخطئ طريقها إلى بيوت الشعب فتذهب إلى بيوت مرشحين وعلى عجلة من الأمر مع تسارع دقائق العمل الانتخابي هناك عمل في الخفاء تسرق فيه الأراضي المستحقة لمواطنين لتذهب إلى حسابات ناخبين تكاثر وولادة لأفكار جديدة خطيرة لم تتوقف عند أفكار بائسة يسخر منها الشارع العراقي بعد أن ملها كتلك المتعلقة بتبليط الشوارع أو فرشها طرق تضحك لها قليلا لكنك تبكي بفعلها كثيرا وأكثر البكاء ما يسمع من أفواه الرافضين لطرق ملتوية تنتج سنيع السرقة والضحك على وجوه المطالبين بعدالة وحقوق تحذير على لسان مصادر من لجنة العمل وشؤون الاجتماعية حول الكشف عن تحويل ملف توزيع قطع الأراضي السكنية بين المستحقين إلى دعاية انتخابية 124 ألف قطعة أرض جاهزة للتوزيع تم تصديقها لكن المستحق قد لا يجد طريقا إليها في حال لم يكن صوته واضحا مرتفعا في صندوق من صناديق الاقتراع التي لا تنطق إلى بمال سياسي كان ذات يوم ما للعرقين جميعا